أكدت هيئة علماء المسلمين أن حكومة عبد المهد الجديدة لا يكون بإمكانها تغيير أي شيء من واقع العراق المريرة وهي استمرار للصراع وسبك الدماء والسلب والنهب وضافت الهيئة في ندوة عقدها القسم السياسي فيها أن هذه الحكومة مثقت عن انتخابات ثبت تزويرها وبطلانها فضلاً عن المقاطعة الشعبية الكبيرة لها بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأنوى الله وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في هذا اللقاء الذي يعقده القسم السياسي لبيان موقف الهيئة من تشكيل الحكومة في بغداد وقبل قراءة البيان لا بد لنا من أن نبين أن الهيئة قد أوضحت موقفها من الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن هذه الحكومة في ندوة المماثلة أقامها القسم السياسي هنا وعندما شكلت الحكومة بعد تأخر لعدة أشهر لم نبين رأينا مباشرة أولاً لأنها حكومة ناقصة غير مكتملة والبيان يقتضي اكتمال الموقف حتى يمكن أن يصدر شيء عن الهيئة أو عن غير الهيئة والأمر الثاني أردنا أن لا نستبق الأحداث وإن كنا نعلم عاقبة الأمور ومآل هذه الحكومة بالتجربة من مآلات الحكومات السابقة له ولكن الآن بعد مضي شهر بالكامل بالأمس مضى على تشكيل هذه الحكومة غير المكتملة شهر كامل وهي إلى الآن لم تكتمل في ظل ظروف صعبة ومأساوية مستمرة في العراق وزادتها الأوضاع في الأيام الماضية والأسيام الأوضاع الجوية والسيول الأمطار والسيول وما تسببت به من فيضانات كبيرة جدا وخسائر بالأرواح وبغيرها مجتاحة كثيرا من مدن العراق من جنوبه إلى شماله في وضع أقل ما يقال عنه أنه وضع نكبة حقيقية بكل المعايير تستدعي الدول التي تهتم بأمرها وبأمر رعاياها أن تستنفر كل الطاقات من أجل أن تقوم بإنقاذ واطنها ولكن فيضانات العراق وسيول العراق كأنها لا تشكل شيئا دول أخرى يسقط عشر أو خمسة عشر أو عشرين شخص في فيضان أو سيلة أو حادثة هنا أو هناك فتقوم الدنيا ولا تقوض والعراق مسلسل وعداد القتلى يزداد يوم بعد يوم والسيول تشتاح مدينة بعد مدينة وهذه الحكومة أولا لا حول لها ولا قوة نتيجة الخراب الذي صنعته العملية السياسية في العراق وصنعه من في هذه الحكومة أيضا والأمر الآخر أنها غير مهتمة غير معنية شاغلها الشاغل الآن هو إكمال ما يسمى الكابينة الوزارية والصراع للوزارات ذات المغنم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوزارات الأخرى في الحكومة إذن بعد شهر من إعلان تشكيل الحكومة وفي ظل الأوضاع والظروف المأساوية التي يعيشها العراقيون جميعا يضحى بيان الموقف واضحا وصريحا وفي وقته المناسب الآن عقول وقلوب ونفوس العراقيين مهيئة تماما لسماع أي كلام ينصفهم يحاول أن يأخذ بأيديهم إلى بر الأمان وعليه فقد أصدرت الهيئة بيانا خاصا متعلقا بموقفها من تشكيل الحكومة في بغداد نتلوها عليكم الآن بيان رقم 1349 المتعلق بتشكيل الحكومة في بغداد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والله وبعد فعلى الرغم من مقاطعة أغلبية الشعب العراقي للانتخابات الصورية الأخيرة وكشفهم زيف العملية السياسية وفضح القائمين عليها وبيان فسادها وبطلانها لما صاحبها من مطاع وفضائح لا يمكن التسطر عليها أو محوها من الذاكرة العراقية فضلا عن بطلانها من أصلها فقد تم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في 25 عشر 2018 وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر من انتهاء الانتخابات وها هي الحكومة المعلنة تقطع شهرا من عمورها بدون أن يحس بها أو يسمع لها صوت ودون أن تستكمل تشكيلتها الناقصة حيث لم يعلن عن تسمية أكثر من ثلثة العضائها وإذا هذا الواقع السيء الذي فرضه المحتل لعمليته السياسية وإنتاجه المشوه الجديد لا بد لنا في الهيئة من بيان الآتي واحد انبثقت هذه الحكومة عن انتخابات ثبت تزويرها وبطلانها وإصرار غير مستغرب على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية من رعاة العملية السياسية وأصحاب القرار النافذ فيها من دولتين الاحتلال الأمريكي والإيراني التي توافقتا على بقاء حالة تقاسم السيطرة والتأثير على العراق إلى حين اثنان لا تغيير يذكر في الواقع العراقي المرير في ظل هذه الحكومة حيث استطاعت طغمة السوء السياسية الممسكة بخناق العراقيين البقاء بفضل استمرارها أداة طيعة لتنفيذ أهداف الاحتلالين وإنما جرى من تغيير بعض الوجوه في حكومة الاحتلال السابعة ما هو إلا تنويع في سياق النمط الواحد الذي بنيت عليه العملية السياسية الذي يضمن ترسيخ القواعد العامة للخراب السياسي وتوابعه الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويعزز وطيرة الهدم المستمرة في البلاد وتبديد الجهود البشرية والمالية ويستنزف الثروات والمقدرات ثالثا التنكين للمشروع الإيراني في العراق والمنطقة وتجديد دمائه على مستويات التشريع والتنفيذ عن طريق الأحزاب والميليشيات الإرهابية الموالية لهم والساعية إلى تقوية نفوذها بكل الوسائل الممكنة وهو ما تحقق لهم في الدورة الانتخابية الأخيرة والحكومة الناشئة عنها التي عززت هذه الميليشيات وجودها وهيمنتها فيها أكثر من سابقاتها وجعلتها رهينة بيدها ومن هنا نفهم لماذا كان من أوالي أعمال هذه الحكومة مكافأة ميليشي الحجد والدعوة إلى تحسين غروفها وتقويتها ودعمها أربعة أظهرت مشاورات تشكيل الحكومة والضغوط والمساومات التي رافقتها أنها ستكون النسخة الأضعف من نسخ حكومات الاحتلال المتتابعة وأنها ستكون بحكم تركيبتها المكونة من الكتل الوالغة في الفساد عاجزة عن محاسبة المفسدين وأن ما ترفعه من شعارات محاربة الفساد والمفسدين ما هي إلا متاجرة رخيصة وسمجة يأنف العراقيون سماعا خمسة كنتيجة المتوقعة لما تقدم فستسخر ثروات العراق لخدمة من أتى بالحكومة وعمل على تشكيلها بهذه الطريقة البائسة والمعطيات تشير بيضوح للأسف إلى أن أياما سوداء مظلمة من انتظار العراقين فالوضع يزداد مأساوية في شتى مجالات الحياة التي لم تتدخر فيها حكومات الاحتلال المتعاقبة جهدا في تقسيم المجتمع العراقي وانتهاك حروماته وتعذيبه وإبادة مدنه وسحق الناس بالجملة وتهجير من بقي منهم ستة فشل النظام العربي الرسمي المطبق في تحقيق ما يأمله ولا يعمل عليه للأسف وذهابه بعيدا هذه المرة في التنكر التام لحقيقة الأوضاع في البلاد وعدم استفادته من الفرص الذهبية لضعف الحكومة المنظومة الحاكمة في العراق خلال السنوات القليلة الماضية واندفاعه بقوة فيما يسمى الحرب ضد الإرهاب وأخيرا توزع أطرافه على جانبي المحورين الأمريكي والإيراني في العراق ودعمهما في سياق خلاف جانبي لا صلة له بالشيان العراقي سبعة اتفاق النظام الإقليمي في المنطقة على الانشغال بتحقيق مصالحه الخاصة والتعاون مع الطرفين المتنفذين في العراق على تهديئة الأوضاع فيه لصالح هداف أخرى لا صلة لها بالعراق ومتعلقة بأوضاع المنطقة وغير بعيدة عن المصالح الاقتصادية وإننا في الهيئة بعد بيان ما تقدم على ثقة تامة بأن هذه الحكومة ستبقى الوطن والمواطن في نزيف دائم ودوامة مستمرة وأنها ستعمل على إدامة الصراع وسفك الدماء والسلب والنهب في البلاد وجرها لكارثة إنسانية خطيرة قد تتجاوز آثارها العراق وهما يؤكد رؤية الهيئة واستشرافها بشأن مخرجات العملية السياسية في العراق التي لن تزيد العراقيين إلا بؤسا والمواطنين شقاء وأنه لا مخرجة ولا منجة مما يعانيه العراقيون إلا بواقع جديد لا يمت بأي صلة لواقع العملية السياسية الحالية التي عصفت بالبلاد والعباد وما تزال منذ أن فرضت بالقواعد والمحددات المعدة سلفا والقوالب المجهزة بعيدا عن خيارات العراقين والسبيل الوحيد لتحقيق هذا الواقع الجديد يكون بتعاضد الجميع لإخراج العراق من واقعه المأساوي وإعادته إلى جادة الصواب بعيدا عن المشاريع والإرادات والإملاءات الدولية والإقليمية التي بات أبناء الشعب العراقي يحملونها المسؤولية عما يجري من ظلم ودعم للحكومات التي تعلن الحرب على شعبها بذريعة الإرهاب لتبرير جرائمها ولا يفوتنا هنا تذكير العراقيين جميعا بخصوصية قضيتهم وتميز معاناتهم فهم في صراع مع عدوات الشر المتحكمة في العالم وليس مع نظام مستبد أو لا شرعي أو فئة متغلبة ومتسلطة عليهم كما هو الحال مع غيرهم الذين وجدوا من يمد لهم يد هنا أو هناك بخلاف هذا الشعب الذي تواصل جميعا على إبقائه ساحة خلفية لتصفية الخلافات والصراحات بينهم الأمات العامة في الثامن عشر من ربيع الأول 1440 للهجرة السادس والعشرين من تشرين الثاني 2018 للميلاد